ولأن سقف المراهنات يشهد متغيرات توازن بين المطالبات والحقوق والإمكانيات أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني حرص الحكومة على وضع الشباب ضمن أولويات العمل وفي مقدمة التخطيط للحلول المستدامة والمشاركة الديمقراطية وتعزيز المواطنة السوداني أمام مؤتمر الشباب والرياضة في بغداد قال أن الشباب يشكلون ما هو أكبر من مجرد فئة عمرية فهم مفتح التغيير الاقتصادي المنشود والسعاب المتغيرات السريعة مؤكداً الانتقال لحوى العمل المؤسسات لقيادة جميع القطعات وفي مقدمتها ما يحتله قطع الشباب والرياضة من أولوية في منهاج الحكومة وفي السياق قال مستشار رئيس الوزراء للشباب والرياضة خالد كبيان أن المؤتمر يشمل عدد محاور أهمها الرياضة المدرسية والجامعية والنسوية والبنى التحتية والشباب بمشاركة مختصين بغية الخروج بتوصيات تخذب هذه الشريحة المهمة بسم الله الرحمن الرحيم السيدات السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك لكم انعقاد هذا المؤتمر الذي أخذ وقتاً في الاعداد والدراسة ليصل إلى تشخيص مواضيع اليوم تبث العناوين لجلسات نأمل أنضاج هذه العناوين في البحث والدراسة للوصول إلى توصيات عملية ملزمة وقابلة للتطبيق للنهوض بواقع الرياضة والشباب ونتمنى لكل العاملين في هذا المؤتمر كل التوفيق والنجاح وأحيي الجهود التي بذلت من قبل اللجانة التحضيرية في سبيل الاعداد لهذا المؤتمر الحضور الكريم لم أجد كلمة تبعث على الأمل وتجدد النشاط وتفتح الأبواب أمام الحلول وتجاوز التحديات كما وجدت في كلمة الشباب وفي حياة الأمم المقتدرة ومسيراتها الصعبة نجد أن الشباب يشكلون ما هو أكبر من مجرد فئة عمرية ولهذا حرصنا على وضعهم في مقدمة الأولويات الوطنية للتوجهات التنموية ترجمة نانسي قنقر